مطار البحرين الدولي تقديراً لإسهاماتهم القيمة ودورهم الحيوي في تحقيق هذه الغاية الإستراتيجية خطوة جديدة مهمة وفعالة في مسيرته نحو التحول إلى منشئة محيدة الكربون إذ نجح مطار البحرين الدولي في الوفاء بجميع اشتراطات المستوى الرابع التحول والتي ينص عليها برنامج اعتماد خفض الانبعاثات الكربونية التابعي للمجلس الدولي للمطارات ويعد مطار البحرين الدولي ثاني ميناء جوي في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى المستوى الرابع لينضم بذلك إلى نخبة محدودة تتألف من 23 مطاراً حققت هذا الهدف حول العالم ويقتضي المستوى الرابع من برنامج اعتماد خفض الانبعاثات الكربونية أن تقوم المطارات بموأمة غاية إدارة انبعاثات الكربوني لديها بالأهداف العالمية لمعالجة التغير المناخي وإدخال تعديلات على عملياتها التشغيلية مع وضع الأهداف المطلقة لخفض الانبعاثات في الاعتبار وتماشياً مع ذلك قام مطار البحرين الدولي بتوسيع نطاق ممارسات خفض الأثر الكربوني لديه ليشمل أنشطة إدارة النفايات وإقلاع جميع الرحلات وهبوطها والانبعاثات الناجمة عن أعمال الإنشاءات إلى جانب مصادر الانبعاثات المنصوص عليها في المستوى الثالث للبرنامج في سياق ذاته وضعت شركة مطار البحرين أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية من أجل تحقيق طموح اتفاق باريس في الحد من ظهرة الاحترار العالمي والسعي لأن تقتصر زيادة درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية وعليه وضعت الشركة خطة عمل لإدارة الكربون تتضمن مسارا للانبعاثات ومستويات الخفض المتوقعة من جميع المشروعات المخطط لها حتى العام 2050 إن معالجة ظاهرة تغير المناخ تشكل تحديا ملحا فمن خلال اللجوء إلى الخيارات ذات الأثار الأقل ضررا للبيئة ستصبح منظومة الطيران جزءا فعالا من الحل وإلهام التغيير